السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين يا مساء الورد ومساء الفولي ومساء الياسمين على أجمل متابعين في الكون يارب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال حب قبل ما ابتدي الفيديو أقولك الميتين سغنانين أوي كده للأمهات بمناسبة عيد الأم كل عام وأنتم بألف خير وربنا يديكم الصحة والعافية وخليكم لينا أو الأمهات المتوفية ربنا يرحمها ويجعلهم إن شاء الله من أهل الجنة أو يكون مسواهم الجنة هنبتدي إن شاء الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم الفيديو النهاردة معانا تشكيلة جميلة جدا وحديثة هدايا عيد الأم الشبكة للزفاف أو للخطوبة أو لكتب الكتاب أو هدايا تنفق لكل حاجة معانا بقى ذهب عالمي معانا ذهب هندي معانا ذهب تركي معانا اللي هو الخليج العادي معانا اللي هو البلدي بتاعنا أو العربي بتاعنا معانا التشكيلة جميلة جدا إن شاء الله هتعجبكم وهنبتدي إن شاء الله ونقول أسعار الذهب اليوم الحد عشرين مارس عشرين اتنين وعشرين أو عشرين تلاتة عشرين اتنين وعشرين يوم الحد هنسمي بسم الله ونقول سعر جرام الدهب أربعة وعشرين بالجنيه المصري وبالدولار الأمريكي إن شاء الله تسعين تسعمية وسبعين جاء سعر جرام الدهب عيار أربعة وعشرين تسعمية وسبعين بالجنيه المصري بالدولار الأمريكي واحد وستين فاصل تمانية وسبعين سعر جرام الدهب عيار اتنين وعشرين بالجنيه المصري تمنمية تسعة وتمانين فاصل سبعتاشر بالدولار أربعة ستة وخمسين فاصل أربعة وستين سعر جرام الدهب عيار واحد وعشرين تمنمية تمانية واربعين فاصل خمسة وسبعين ده الجنيه المصري بالدولار الأمريكي أربعة وخمسين فاصل زيرو ستة سعر جرام الدهب عيار 18 بالجنين مصري 727.50 بالدرارات 46.34 سعر جرام الدهب عيار 14 بالجنين مصري 565.83 بالدرار الامريكي 36.04 سعر جرام الدهب عيار 12 بالجنينات 485 بالدرار الامريكي سعر جرام الدهب عيار 12 30.89 سعر جرام الدهب عيار 10 بالجنين مصري 404.17 بالجنين مصري 25.74 سعر جرام الدهب عيار 9 363.75 بالدرارات 23.17 ان شاء الله كده بالعملتين العملة المصرية اللي هو الجنين والعملة الامريكانية اللي هي الدرار أسعار الدهب اليوم يوم 20 مارس 20 22 قبل عيد الام بيوم كل عام وأنتم بخير من نسبة عيد الام ومن نسبة رمضان وربنا يا رب يجعل أيامكو وأيامنا سعادة وهنا وما حدش يشوف حاجة وحشة أبدا ويبدع عنينا كل ابتلاقات ويبدع عنينا كل حاجة وحشة إن شاء الله أنا بقى أساور حلوة ومعنى إنسيالات معنى حاجات ماليزي زي كل الرفعين إيديهم دول تلقيهم ماليزي علشان محدش إيه يبقى مش عارف ومعنى كمان قطقم خفيفة زي حضراتكو سواء ما بتطلبوا زي الطقم ده كده إسويرة بالكلب حلق مفوش خاتم حد يجي بالخاتم والدبلة يبقى ديه كده إيه شبكة وزي ما قلتلكم قبل كده العشر نصايح لما تيجوا تشتروا للشبكة نجنقل حاجات على قد المبلغ اللي معاكم مثلا معاكم تجيبوا طقم اتفرجوا على القطقم الخفيفة معاكم تجيبوا ديبلة ومحبس بتفرجوا على الحاجات دي علشان خاطر إيه وإن شاء الله ربنا يا رب ينولكو كل ما تتمنوه وزيادة زي ده كده كل رفع ديه هتلقيها ده ده دهب ماليزي دهب ماليزي شكله جميل والدهب المرة دي ما أنا أكتريته دهب صافي ما فهوش في سوس واللازور دي لما تيجي تبديري أو تيجي تبيعي بيتغير زي ما هو بيتوزن زي ما هو لكن الدهب بتاعنا هو الـ 21 أو 22 بتخسر الفص فلما تجيبي خاتم أو تجيبي حاجة فيها فص هاتي الفص الصغنن عشان لما تيجي تغيري أو تبديري ما تخسريش في الفص والطقم برضو ده وتشيق جدا وينفع للمنسبات وينفع لكل حاجة والدهب الملون دهب جميل الملون بيبا شكله حلو أكن فيه فسوس بس ده دهب يعني أداء ألوان الألوان دي مش بتخسريهاش زي ما هي مثلا الخاتم خمسة جرام يبقى هو خمسة جرام لما تيجي تغيري أو تيجي تبديري مش هتخسري حاجة ومعنا طقم زي الطقم ده برضو شكله جميل ده وتبقى طقم ايه كبير حلق وخاتم وإسورة والكلية بتاعه وفيه بيبقى ما فيهوش الحلق أو بيبقى الحلق والطق والعقد بس أو الكلية بس وفيه بيبقى فيه لربح حاجات ومعنا برضو الان الوزن بتاعها مش تقيل آآ 3 جرام و4 جرام ده 3 و 15 برضو اعتبر حلو مش آآ حلو يعني مش آآ ولا خفيف ولا تقيل ومعنا اللي ده بالماليزي هو غوائش أو أساور على حسب أنتم ما بتسموها غوائش أساور على حسب طبعا معنا الطقم دوت الطقم دوت طبعا طقم تقيل أو طقم كبير أو طقم شكله جميل جدا وحلو وينفع برضو آآ للشبكة للناس اللي ربنا مقدرها ده بس مفهوش الحلق ده العقد والأسورة والخاتم مفهوش الحلق ومعنا حلقانة هي تاني معنا النهاردة مجموعة حلوة من الحلقان والأساور والخواتم والأساور ومعنا أساور الليرة هي كمان ومعنا الحلقان طويلة وفيه قصيرة الطول يعني فالمجموعة هي بصوا يعني زي ما انتم شايفين ومعنا غوائش رفيعة وغوائش عريضة هي دي بقى اللي بنحنا بنقول عليها غوائش في الدول العربية مش عارفة بتسموها ايه اكتبولي في التعليق قولولي بتسموها ايه اللي وصل لحد الحتة دي يكتبلي في التعليق في كل يعني على حسب البلد بتاعته بتقولوا ايه على الغوائش اللي بتتلبس في الايد اللي هي بتبقى كزا واحدة لكن من الأسورة بتبقى أسورة واحدة او انسيان واحد قولولي بتسموها ايه ما تنسوش تعملولي بقى لايك بكومنت حلو كده زييكم واشتراك في القناة وفضل ولايس امر يليد تعملوا لايكات كتير 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 علشان الفيديو يطلع يطلع والناس كتير هتشوفو ومستني رأيكم في كل قطعة مستني رأيكم تقولولي بقى الفيديو النهاردة حالو ووحش فيه ايه اللي عجبكو والغواش اسمها ايه واهم حاجة اعملولي لايك 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 هتنيني قول لايك من هنا للسنة الجاية وقولوكم كل سنة وانتوا طيبين والى اللي كافي في ودي قادم